أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا بكرة بإذن الله انتلاقت بطولة الدوري الممتاز. هذه البطولة القوية. وأنا في الحقيقة من الناس اللي بشوف دايما أن الدوري المصري هو أقوى دوري في أفريقيا. وبينفس الدوري السعودي في الشرق الأوسط كأقوى دوري في الحقيقة. عندنا إمكانيات مميزة جدا سواء بنية تحتية. سواء كمان إمكانيات فنية عدد كبير جدا من اللاعبين والفرق اللي دعاموا نفسهم بشكل قوي جدا جدا. أعتقد المنافسة السنة دي على بطولة الدوري على القمة نفسها هتكون صعبة ما بين الأهلي والزمالك قد تواجد معهم بيرامدز. قد نشهد بعض المفاجآت خصوصا في الزل التدعمات مثلا فريق زي فاركو وفريق زي فيوتشر. في سموحة في الاتحاد في الإسماعيلي بأسماء كبيرة جدا. فبالتالي الدوري حيكون مشتعل للغاية وحيكون مصير جدا جدا. وده اللي احنا بناتمنى طبعا. بما أننا أهلوية بناتمنى الأهلي يفوز بالدوري. لكن في نفس الوقت هيبقى فيه منافسة قوية جدا وعدد كبير من الفرق اللي قدروا أن هم يستغلوا فترة الانتقالات الماضية في تدعيم صفوفهم بشكل مميز للغاية. فبالتالي خلينا نتكلم على استعدادات الفرق وكل فريق إزاي حضر نفسه لبداية بطولة الدوري. أول مباراة في الدوري بكرة بإذن الله هتكون ما بين طلع على الجيش وأيضا طلع على الجيش هيلعب مين يا جماعة فاكرية؟ أه البنك الأهل. مباراة قوية جدا وصعبة جدا بالنسبة للفرقتين طلع على الجيش منتشي طبعا بالسوبر والبنك الأهلي يعني بقى في الدوري مع نهاية الموسم الماضي. فخلينا نبتدي بالبنك الأهلي لأن المباراة بتاعته في بداية هذا الموسم. البنك الأهلي المدير الفاني بالنسبة له كابتن خالد جلال اللي أنهى معهم الموسم الماضي بشكل مميز في الحقيقة. وقدر أعتقد في آخر 7-8 مباراة أنه هو ما يخسرش وده اللسان بشكل كبير في بقاءه في بطولة الدوري وهو مدرب جيد. بيلعب طريقة إيه؟ بيلعب طريقة 4-3-3. قدر أنه هو يدعم صفوفه بصفقات مميزة جدا عدد من اللاعبين. خلينا أقول لحضراتكم عليهم وزي محراتكم شايفين الإنفو جراف كده على الشاشة. طالق مصلحي إسحاقه يعقوبه أحمد سعيد محمد هلال أحمد العش أسامة فيصل أحمد ياسين محمد فتحي كريم بامبو كان موجود معاهم. لكن اشتروا بشكل رسمي من الزمن كان موجود معاهم بعلقة سبيل الأعارة. شادي ردوان طبعا لعب النادي الأهلي المعار أيضا كان موجود معاهم من السنة اللي فاتت. قائمة الفريق بالنسبة للمتواجدين والمكملين معاهم. فحرست المرمى محمد الزنفولي أحمد السعداني وأحمد صبحي في خط الدفاع أمير متحة محمد دبش وأحمد ياسين. موجود كمان دي القائمة كلها بالمناسبة يعني أحمد العش طارق المسلحي إسحاقه يعقوبه عاصم صلاح وإسامة إبراهيم. خط الوسط محمد فتحي أحمد سعيد معروف يوسف محمود سيد حسام الصانع محمد لعبة ومحمد هلال ومحمد حامد. ومحمد مصطفى ميدو وكريم بامبو ومحمد باسيوني وموسى ديوارة أحمد ياس الشادي ردوان محمود قعود. خط الهجوم فادي فريد أسامة فيصل. القيمة السوقية بالنسبة لفريق البنك الأهلي تبلغ حوالي 4.750.000 يورو. ملعب الفريق هو أستاذ بيترو سبورت. أول مباراة هتكون أمام طلع الجيش بكرة بإذن الله. ده فيما يتعلق بفريق البنك الأهلي. فريق جيد على مستوى الأسماء بالمناسبة. زي ما احنا شفنا كده. أكيد محضر نفسه بشكل مميز. وأعتقد بداية الدورة نفسها بالمباراة دي هتكون مباراة قوية جدا جدا. وحنشوف إزاي يقدر يستغل كل فريق استعداداته لانطلاقة هذه البطولة. تعالوا نتكلم على طلع الجيش. طلع الجيش مدير الفن الكابتين عبد الحميد باسيوني. طريقة اللعب بيلعب بأربعة تلاتة تلاتة. وأعتقد عدد من الفرق التي يلجأوا لهذه الطريقة بشكل جيد. الصفقات الجديدة اللي هم قدروا يتعاقدوا معها. ميدو جابر، كسادي كاسونجو، محمد جابر، محمد الصباحي، محمد أنور، عبد الرحمن، أسامة، جون أنتوي، كريم الطيب، علي حمدي، محمد علي الجويني، رامز متحد، خالد حشادي. دي الصفقات الجديدة لكي قائمة كلها حراست المرمى، محمد باسام، محمد شعبان، أحمد سالم، أيضا دولف حراست المرمى، خط الدفاع أحمد هاني، رجب بقار، علي فيل، محمد سمير، محمود عاطف، مصطفى الزناري، خالد سطوحي، حسن مجدي، محمد نصف، محمد الجويني، محمد أنور، خط الوسط، علي الزهدي، مهند لاشين، أحد أبرز اللاعبين في الحياة في الدوري، عبد الرحمن شيكا، فرانك، عمرو السيسي، أحمد زولة، ميدو جابر، محمد الصباحي، محمد شحاتة، خالد عوض، أحمد سمير، رامز متحد، علي حمدي، خط الهجوم جون أنتوي، كسادي، كاسونجو، كريم الطيب، خالد حشادي، فارس حاتم، قيمة السوقية بالنسبة لفريق طلع الجيش تبلغ حوالي 6.750.000.000 يورو، ملعب الفريق استاد جهاز الرياضة العسكرية أو المغرافي الدوري هتكون أمام البنك الأهلي.